الأهلي خلاص نادي الأهلي باستنا رجعت مبارح من المغرب والفريق حصل على راحة يعني رجعون يوم الحد حصل على راحة النهاردة وبكرة وإن شاء الله بكرة يوم الأربع حيبدأ تاني التدريبات قبل السفر مباشرة إن شاء الله يوم الخميس إلى السودان حتى لكم عارفين إن شاء الله مباراة هنلاعب الهلال السوداني في دوري أبطال أفريق هو ده قدر البطل دايما عندنا بطولات دايما عندنا العجلة البطولات دايما دايرة النادي الأهلي خلاص أفلنا صفحة المنديال ويدع طبيعة النادي الأهلي الحقيقة بنقفل الصفحة وبنبص الصفحة الجديدة والصفحة الجديدة ديت هي اللي إن شاء الله بإذن الله حتأهلنا تاني للمرة التسعى بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي إن احنا نكون موجودين في كأس العالم للأندي الحقيقة زي ما بقول عندنا مبارايات قوية جدا خلال الفترة اللي جاية عندنا تحديات كثيرة جدا في فترات يمكن زمنية قليلة وده يعني زي ما بنتكلم هو ده النادي الاهلي وهو القدر النادي الاهلي عندنا بطولات على مستوى أفريقيا على مستوى الدوري على مستوى الكاس كلها بطولات يعني النادي الاهلي دايما يعني دايما دايما بيسعى للحصول على هذه البطولات والبطولة المفضلة أكيد بطولة أفريقيا اللي ستنطلق إن شاء الله بداية من مباراة الهلال السودان المباراة داية عايزة تركيز بشكل خاص خاصة من اللاعبين يعني دايما الواحد لما بيلعب في الهاي الستيج أو الليبل العالي ويجي يلعب شوية في أجواء مختلفة شوية في بطولات مختلفة غزبا عنه ممكن جدا تركيزه قل وده المطلوب من لعبة النادي الاهلي خلال الثلاثة أربعة يام اللي جايين كنت بتلعب مع مستويات عالية جدا جدا في كاس العالم الأندية لكن كمان لازم تفكر إن مباراة دوري الأبطال في أفريقيا هي دي المباراة اللي بتأهلك إنك توصل لهذا الليبل وبالتالي كل التركيز كل الإصرار المتعودين عليه من فرقتنا دايما عند حسن الظن دايما متواجدين بقوة وإن شاء الله بإذن الله تكون ضربة البداية في المشوار الأفريقي بإذن الله يعني تكون موفقة